هل سلطنة عمان مع المملكة العربية السعودية أم مع الحوثي تغريدة لعبد الجليل السعيد قال فيها لم أجد مواطنا عماني يكره الحوثي الإرهابي ما سبب هذا الحب العماني للحوثيين هذه التغريدة عرفت تعليقات كثيرة خصوصا من قبل السعوديين والعمانيين السعوديين أنفسهم انقسموا بين من يقول أن الشعب العماني هو مع المملكة العربية السعودية وبين من يقول أن الشعب العماني هو مع الحوثيين وسوف نستعرض لكم مختلف التغريدات سواء التي جاءت للدفاع عن سلطنة عمان وشعبها أو تلك التي جاءت للهجوم عليها يقول إبراهيم بن صالح عدو عدو صديقي كلاهما اتفقا على بغض المملكة والسعي لإسقاطها وظنوا أن السبب عقادي بدرجة أولى إباضية وإثني عشرية ورد فهد للإنصاف ليس كل العمانيين فقط للأسف الإباضية أما أهل الصنة والجماعة في عمان فهم مع الصعودية قلبا وقالبا وقال أويس العنزي أخ عبد الجليل تمنى عدم التعميم على جميع الشعب العماني ففيهم ناس محبين للصعودية ويكرهون الحوثية وإيران كما أن فيهم أناس يحبون الحوثية وإيران ويكرهون السعودية أما أبو المعتز فرد بالقول أنهم رفضوا مقاطعة إيران التي حرقت السفارة السعودية في طهران وقتلت بعض موظفها عرض عليهم توحيد العملة كونهم في مجلس التعاون فرفضوا طلب منهم المشاركة في التحالف ضد الحوثية والإعادة الشرعية فرفضوا وبقوا على الحيادة واليوم الأخبار تتواصل بأنهم يزودون الحوثية بالسلح أما حسين الحرب فكان له رأي آخر وقال أهل السنة والجماعة كثير في عمان ويحبون السعودية لكن ليس لهم السلطة ونتذكر لما ساموا وعيدوا معنا وحاربتهم الإباضية وبعد أهل السلطة اللهم احفظ أهل السنة أينما كانوا يا رب ألف بين قلوبهم أما الهلالي فكان لهم موقف معارض وقال لسنا في مرحلة البحث عن أعداء نعلم يقينا أننا متضررون من عمان في حربنا مع الحوثي لكن نرجو أن تصلح الأحوال بعهد السلطان الجديدة أما شعب عمان لم نرى منهم إلا كل خير بالعكس شعب ودود طيب المعشر ونحفظ له كل الود والمحبة تغريدتك مع تقدير لك مشحفة وغير موفقة وعلى نفس من وله قال أبو سليمان أهل عمان أهلنا ولنا أصدقاء وإخوانا صحيح فيهم الإباضية ولكن أخي الكريم لا تعم فأنت توثير شبهات ليس لها أساس ونجد وراءك من هو يسارع ليصيد في الماء العكرة أتمنى وصدت الفكرة وعلى عكس ما قاله أبو سليمان رأى عبد الرحمن الثاقبة أننا قد ابتلين بجيران لا يرعون حقوق الجر ليتهم يكفوا أذهم عن وطننا ولنريد منهم أكثر من ذلك أسلحة الحوثية يتم تمريرها من إيران عبر عمانا لن ننسى هذه المواقف وصالح أيضا قال أنها قاعدة يجب أخذها فجميع الفرق الباطنية تجتمع على قلب واحد ولو كان قلب إبليس أما أهل الصنة والجماعة فهم كالجسد الواحد الدكتور عبد الله الغزرقي كانت له إجابة مختلفة وقال الإجابة على هذا السؤال صعبة ولكن تسهل إذا عزم الشخص على البحث والاطلاع على أعماق المذاهب ويكون هذا بين الشخص ونفسه فمناقشة مثل هذه الأمور في العلن تخلق جوا قاسيا من الشحناء والبغضاء أما أبو حصن فغرض بالمتناقضين وقال أختلف معك ساسة عمان ثمانون في المئة أو سبعون في المئة مع الحوثية ولكن أهلنا من الشعب العماني معنا قلبا وقالبا وقالبا